أي قضايا تزوير ترتبط بالرشوة؟ تعطيني أم ترى على القصص؟ يعني طبعاً تزوير البحت ما نعالجه هذا من اختصاص الشرط إذا تزوير تزوير بدون فلوح لأننا نتكلم عن تزوير مقترن برشاوي أو بفساد طبعاً تزوير مقترن برشاوي أو بفساد فيه والله عندنا قضية كانت طبعاً محكمة التنفيذ كان مبلغة يمكن خمسة وستين مليون لأنه صرف مبلغ خمسة وستين مليون من محكمة التنفيذ عن طريق التزوير وعن طريق بعض الموظفين المحكمة وصرف وراح صرف واستفاد منه طبعاً المبلغ أو اللي كان المتعاونين معنا كان رئيس محكمة التنفيذ ترى المسؤولين فيهم خير لما يعرفون أنه فيه إشكالية يعني هو اللي بادر فيها ورح نتأكدنا وجبنا موظف البنك اللي صرف له وجبنا اللي مسؤول اللي صرف له وجبنا اللي معاه وشفنا وين الأموال راحت ولقينا مشره واحد سيارة ولقينا مشره واحد لكسز ولقينا مشره بره خمسة وستين مليون ومسكناهم وجبنا اللي استفاد منهم وديناهم رحين أعتقد أنها راحت للمحكمة بعد لكنها كانت فساد مبني على تزوير ورشاوة من محكمة التنفيذ والذي اكتشفها رئيس محكمة التنفيذ والاكتشفها صراحة والذي تعاون معنا فيها كانوا تعاونه جدا رائع يعني الآن المبلغين فيه ناس من الخارج المواطني العاديين وفيه ناس مسؤولين أساسا موجودين فيه باي